أنا عارف أنك تعبت من التوابير اللي موجودة فيه فروع البنوك وفروع الاتصالات علشان تحول أي مبلغ لأي شخص أنت عاوز تبعث له فلوس إن شاء الله في الفيديو ده هنتعلم طريقة إنشاء حساب على طبيق إنستا بي ويا بخك لو معاك طبيق إنستا بي هتساهل عليك كتير جدا الطبيق ده تقدر تتعامل بأي مدفوعات أو ترسل أي عملات لأي حد أيا كان هو فين تقدر تبعث له الفلوس بتاعته عن طريق الطبيق وببساطة جدا سواء كان على محفظة إلكترونية أو حتى كمان على حسابه البنكي يلا بينا نبدأ الشرح لآخر تحديثات طبيق إنستا بي وإزاي تقدر تنشئ حساب على إنستا بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا بينا كنا نعرف إيه هو إنستا بي الأول طبيق إنستا بي ده طبيق للمدفوعات لو أنت حابب ترسل أو تستقبل عملات على محفظك إلكترونية أو على حسابك البنكي أو حتى كمان على المحفظة الأساسية لإنستا بي كل ده بيتم وإنت قاعد في البيت من غير ما تنزل أي فروع للبنوك أو أي فروع للإتصالات دلوقتي بقى نعرف مع بعض طبيق إنستا بي هننشئ عليه حساب إزاي أول حاجة بتروح عندك على طبيق اللي هو الأب ستور أو جوجل بلاي هتلاقي موجود في الكنين عادي جدا كل عليك بس بتفتح الطبيق لكن في خطوة مهمة ودي أغلب مشاكل تسجيل دخول للطبيق للناس كتير قوي طيب دلوقتي لما ننجي نروح عندنا على الطبيق أول حاجة تعملها تنزل كده تحت هتقفل الواي فاي تماما وتفتح اتصالات أو بيانات الهاتف هتفتح الدادا بتاعتك أو الباقة بتاعتك وشرط إن يكون الباقة وكمان رقم التليفون اللي هتفتح من عليه الباقة هيكون هو نفس رقم الحساب اللي مربوط في البنوك المفاعلة واللي يسيب لك الشريط اللي ماشي قدامك ده دي البنوك المفاعلة اللي تقدر تربط بيها حسابك على إنستا بي لو أنت حابب بقى تروح عندك على الطبيق هتنشئ حساب عليه عادي جدا هتفتح الطبيق كده بتعمل سماح أي نوتفيكيشن أو أي إشعارات هتوصلك من الطبيق عادي جدا على التليفون قدي له السماح مفيش مشاكل دلوقتي بقى بقولك أهلا بك في إنستا بي بتضغط عندك على علامة السهم دي عاوز تقرأ الكلام دي مفيش مشاكل مش عاوز تقرأها عادي جدا أنا بضغط عندي على السهم بعد كده بقولك أنا اختر رقم الهاتف المسجل بالبنك الخاص بك طبعا أنت هتسجل برقم الهاتف اللي موجود على التليفون نفسه يعني ما ينفعش أنك تروح تستخدم رقم تليفون تاني عكس رقم الحساب اللي موجود على حسابك البنكي في البنوك المفاعلة طيب دلوقتي أنا بضغط عندي ده رقم الفودافون وبضغط عندي على كلمة إرسال رسالة برضو من أهم شروط التسجيل دخولك على حسابك على إنستا بي يكون على الأقل معاك رصيد خمسة جنيين موجودين في الرصيد أو موجودين في الخط بتاعك علشان أنت هتبدأ ترسل الرسالة أو الكود ده على الرقم اللي هو 4551 وبعد كده بتضغط عندك على كلمة إرسال وبقولك أنا غير قادر على التحقق من رقم هاتف المحمول اضغط تاني على إعادة المحاولة هو المهم في الآخر بيحاول إن هو يتحقق من الرقم التليفون بتاعك وبعد كده بيفتح لك صفحة الاستبيان اللي قدامك دي الصفحة دي بقى اللي انت هتبدأ فيها تملى البيانات بتاعتك وكل ببساطة عادي جدا هنا بقولك الاسم بتكتب بقى اسمك باللغة العربية أحمد تمام وكمان بتكتب اسمك بالكامل يعني انت ممكن تكتب اسمك واسم اللقب عادي جدا عاوز تكتب اسمك لوحده مفيش مشاكل انت بضغط تكتب طبعا تاريخ الميلاد بتاعك بتحدد تاريخ الميلاد زي ما انت شايف كده أنا كتبت هنا تاريخ الميلاد بتاعي والبريد الإلكتروني وبعد كده بتحدد النوع سواء ذكر أو أنسة دلوقتي بتكتب المحافظة بتاعتك ما تنساش تخلي المحافظة وتوافق على الشروط والأحكام ومن هنا بتضغط عندك على كلمة تسجيل علشان تبدأ بالفعل تسجل في حسابك على انستبي هنا يحولك على صفحة الأمان سواء كان هو هياخد بصمة الوش بتاعتك أو بياخد بصمة الأسبع انت ممكن تعمل استمرار وبعد كده أقوله هنا سماح باستخدام بصمة الوجه لو تليفونك بيدعم ببصمة الوجه بقولك يرغب انستبي لدخول على جهات الاتصال مفيش مشاكل ممكن تديله أي سماح لأي حاجة هو طبيق أمان 100% دلوقتي هنا بقولك اسم البنك اللي انت معتمد عليه يعني اسم البنك اللي انت بتستخدمه انت طبعا بتدور على البنوك اللي انت بتتعامل بيها على سبيل المثال ان انا اختار معاكم هنا البنك الاهلي المصري دلوقتي هنا ده البنك بيطلب منك رقم البطاقة ورقم السري للبطاقة طبعا رقم البطاقة لازم يكون انت مجهز الفيزة بتاعتك الفيزة دي لازم اساسية تبقى معاك علشان بتكتب فيها 16 رقم وبعد كده بتكتب الرقم السري للبطاقة نفسها تعالوا بنا كده نكتب الرقم السري مع بعض وهعمل بلور للشاشة هعمل قط علشان الخصوصية بعد ما تيجي تكتب كل البيانات كل عليك بس بتضغط عندك على كلمة انتر هنا او دخول وبعد كده بيدخل على طول بيسجل حسابك في البنك الاهلي طبعا هنا بقولك الحسابات البنكية بيربط معاك الحساب البنكي وكمان سوافت كود وبعد كده بقولك ادخل ال IBA اللي هو عنوان الانستبيع ثم بعد كده انت بتروح عندك على حسابك البنكي زي ما انت شايف كده بتروح تعلم على حسابك البنكي هو على طول بيربط مع البنك الاهلي او بنك مصر او اي البنوك المفعالة اللي انت مستخدمها على السيرفر بتاعهم على طول طيب دلوقتي بقولك تحت هنا ادخل ال IBA ال IBA ايه هو ال IBA ده عنوان الدفع اللحظي يعني مثلا انت ممكن تيجي تبعط الرابط ده لأي حد على طول بيبعط لك المبلغ على طول بشكل مباشر من غير بقى ما يلف ويدور ويبعط لك المحفظة لأهو بيعط لك على طول على الدفع اللحظي لإنستبيع دلوقتي بقولك ادخل عنوان الدفع ممكن تكتب اسمك عادي جدا او اي زهر نيم بس المهم انك تكون حافظه معاك في الملاحظات او في ورقة صغيرة معاك في اجيبك دلوقتي هتكتب هنا اسمك دلوقتي بقولك عنوان الدفع IBA الذي كنت باختياره سوف يتم ربط الرقم حسابك على طبيق انستبي ولا يمكن تعديله لاحقا قل له تأكيد وبعد كده بتستنى لحد ما يتم تسجيل دخولك في الحساب بتاعك بقولك تم اضافة حسابك بنجاح لتفعيل الحساب برقاء انشاء رقم سري خلال صفحة ادارة الحسابات احنا كده انتهينا من انشاء حساب على انستبي لكن مطلوب مننا ان احنا ننشأ BIN او رقم سري يعني مثلا لو جيت تروح تضغط على كلمة ارسال النقود هنا هتيجي تضغط عليها بقولك الحساب غير مفاعل طيب احنا محتاجين نفعل الحساب ان احنا ننشأ له BIN CODE او IPN CODE دلوقتي بتروح عندك على الحسابات او الحساب الخاص بك انت اضغط عليه ضغطة كده وتقوله هنا اعداد رقم السري وبعد كده بتدخل البطاقة او رقم البطاقة بتاعتك اللي هو مكون من 16 رقم اللي موجودين على الفيزة بتاعتك دلوقتي بتاعتك كده بتكتب رقم السري للبطاقة وهرجع لكم من جديد بعد كده بتضغط عندك على كلمة انتر او دخول وبعد كده بيبدأ بقى يسجل معاك جوا الحساب نفسه هنا بقولك ادخل الرقم السري اللي هو ال BIN من مرة واحدة طبعا بتكتب ال BIN الخاص بك انت طبعا هو هيبعت لك فوق هنا ال OTB زي ما انت شايف هو بعت لرسالة على التليفون بتاعي اللي هو ال OTB اضغط عندك على العلامة دي وبعد كده بتنسخ ال OTB بتاعك وبعد كده بقى انت بتضيف ال IBN الخاص بك انت وبعد ما تنتهي اضغط عندك على كلمة انتر او دخول وبعد برضو بتأكد رقم السري مفيش مشاكل لو طلب منك تأكيد الرقم السري وبعد كده اضغط عندك على كلمة انتر وقولك تهانينا لقد تم إنشاء الرقم السري بنجاح بتاريخ كذا برجاء عدم الإحفصاح عن الرقم السري اضغط بس عندك على كلمة تأكيد ومبروك كده انت تقدر تستخدم طبيق انستبي هنا تقدر تبعث نقود على حساب البنكي اكتب هنا الحساب البنكي سواء كان مربوط الحساب البنكي برقم التليفون او رقم ال IBN كود تقدر تسجله برضو هنا مفيش مشاكل عندك كمان على المحافظة الالكترونية زي محافظة فودافون كاش اورنجي كاش اتصالات كاش ايا كان لو انت عاوز بقى الدفع اللحظي اللي احنا كنا منتكلم عليه اضغط عندك على عنوان الدفع او عنوان الدفع في انستبي بتكتب هنا عنوان الدفع اللحظي عادي جدا لأي شخص انت عاوز تحوله الفلوس بتاعتك هنا عندك كمان المفضلين وممكن كمان تسجل المبلغ بتاعك لو في اي حد من العيلة عندك بتحطه في قائمة المفضلين لكن المبلغ نفسه ممكن تقدر تكتب المبلغ اللي انت عاوزه وبعد كده تعمله ارسال طبعا حساب البنكي بتكتب هنا اختر البنك بتختار البنك الشخص التاني بتعمل معاه لو من بنك البنك او من بنك البنك تاني بياخب معاك تقريبا نفس البنك على نفس البنك التاني بياخب معاك بضع ثواني بالزبط علشان يوصل الفلوس لنفس البنك اللي انت بتتعمل معاه هنا بقولك عنوان الرقم الحساب البنكي مفيش مشاكل وهنا عنوان الايبان اللي كنا بنتكلم عليه من شوية هنا أقول لك ربط بطاقة إلكترونية لو أنت عاوز تربط بين أي بطاقة إلكترونية وتقدر تبعث بينهم عادي جدا عن طبيق ناسته باي طب أنت ممكن ترجع تاني ما فيش مشاكل ترجع تاني كده قل له في الصفحة الرئاسية طبعا ممكن تطلب نقود أنت وكمان تقدر تعرض الحسابات بتاعتك أو كمان تحول تبرعات لو أنت محتاج كمان تعرفت مثلا عايز تشحن اتصالات عاوز تشحن كهرباء مية أو غاز وخدمات تموجل كمان يعني على سبيل المثال أنا هروح عندي على شحن الاتصالات ودي أكتر حاجة ممكن أي حد يستخدمها هتضغط عليها ضغطة كده وبدأ أنت عايز تشحن بقى أورنج اتصالات وما فيش مشاكل تشحن كهرباء مية غاز خدمات تمويل مفيش برضو أي مشاكل طبعا الطبيق عشرة على عشرة فيه خدمات جميلة جدا تقدر تستخدمها جوة الطبيق كمان فيه كمان حاجة هنا قرصيد الحساب أو كشف حساب عندك في حسابك البنكي مجرد ما بتيجي تضغط عليها وبعد كده بتروح عندك على الحساب بتكتب الكود بتاعك علشان يسجل معاك دخول هنا بيحاول يشوف الحساب بتاعي طبعا هنا ظهر لي رصيد الحساب في البنك بتاعي أنا دلوقتي الطبيق ده عشرة عشرة تقدر تستخدمه بدون أي بقى أنك تروح لأي فرع اتصالات أو تروح أي فرع بنوك عشان تبعث أو تستقبل أي أموال عن طريق نستا بي بيسهلك كل حاجة وكان شرح كامل عن طبيق نستا بي وكمان تسجيل دخولك فيه والمشاكل اللي ممكن تواجه الناس في تسجيل دخول على طبيق نستا بي زي ما احنا اتفقنا بتقفل الواي فاي وتقفل واي فاي علشان تسجل باقي الداتة اللي موجودة في التليفون بتاعك والمهم يكون معاك رصيد بس علشان انت بتبعث كود للشركة أو بتبعث كود للطبيق تقريبا بمبلغ 2 جنيه علشان بيتأكد معاك الحساب أو أقل من 2 جنيه تقريبا كينا أنا شرح انتهى أتمنى يكون الشرح عاجبك يالك ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرا بالقناة كان معاكم أحمد علام وشرحت كل حاجة عن طبيق نستا بي شكرا ليكم مع السلامة اشتركوا في القناة